موسيقى خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول الرئيس السيسي يؤكد أن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء في أفريقيا وكل الدول مدير منظمات الصحة العالمية يواجه شكرا للرئيس السيسي لاهتمامه بعلاق فيروس انفجارة في كياف جراء قصف روسي بصواريخ كروز في بحر قزوين وذلك في أول هجوم من نوعي منذ أسابيع السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرانتش نشعة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم اشتركوا في القناة اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة جرعة لقاح ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وذلك بالتنصيق مع الاتحاد الأفريقي وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرينة ومستدامة في أفريقيا ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبيي الأفريقي صحة أفريقيا قال رئيس السيسي إن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء مشيرا إلى أنه يكن تقديرا واحتراما إنسانيا لكل من يعاني ليس فقط في أفريقيا بل في كل دول العالم ما لدينا بإخلاص متاح لكم كمشاركة، كتدريب، كتعليم، كعلاج، كنقل خبرات أو تبادل الخبرات نحن مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي إحنا بنقول فيها أنه فيه فرصة كبيرة ويمكن زملائنا أتكلموا عن موضوع تصنيع لقاحات وهنا اسمحوا لي أن أنا بتواضع أعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية وأرجو أن هذا يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي أكد رئيس السيسي أن قلة القدرات لن يقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز التحديات وأضف رئيس السيسي أن الدولة نجحت في حل العديد من المسائل عبر المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة بارس فيه فضلا عن قوائم الانتظار والتي لا تشمل علاجا طبيا عاديا بل علاجا طبيا ضخما يشمل عمليات جراحية كبرى في المخي والأعصاب والقلب والمفاصل حلينا مسائل كتير بالمبادرات مبادرة 100 مليون صحة اللي تكلموا عليها مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها دي كلها استهداف استهداف لتحديات بعينها لما نتجوزها تحطينا في حتة تانية خالص وخلينا أقول لكم القوائم الانتظار اللي تكلموا عليها هنا أنا مش بتكلم على علاج طبي عادي أنا بتكلم على علاج طبي ضخم بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والأعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة لما عرض الموضوع دو تقولنا لا إحنا حنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم الانتظار كما أوضح رئيس السيسي أن مصر تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الطبي شامل خلال عشرة سنوات بدلا مما كان مقدرا من قبل بخمس عشرة سنة وأضاف أنه تم إطلاق هذه المنظومة وتم تطبيقها في خمس محافظات حتى الآن وخلال العشر سنوات سنكون قد نفذنا برنامج تأمين طبي شامل لكل المصريين يمكن ما تقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية قليلة نحن مستهدفين أن التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال عشر سنوات نتمنى كده ونشتغل على كده ولما طرح الأول عرض علي في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين أكتر من كده كانوا بيكلموا في خمستاشر وعشرين سنة وأنا قلت لهم أنا مقدرش أبدا أن نقدر نأجل تقديم خدمة طبية زاد شأن لمواطنين بعد عشرين سنة طبعا فيه موارد وفيه بنية أساسية طبية لازم تكون موجودة لكن احنا اشتغلنا وأطلقنا البرنامج وتحركنا فيه نتكلم في خمس محافظات دلوقتي وبنقول أن احنا إن شاء الله في خلال المدة اللي احنا ألزمنا بها نفسينا الحكومة أو يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفزوا هذه الخطة خلال عشر سنوات نكون عملنا تأمين طبي شامل لكل المصريين وفيما يتعلق بملف المياه قال رئيس السيسي إن حصة مصر من المياه خمسة وخمسين مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وأضاف الرئيس السيسي أن مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن مشيرا إلى أن مصر ستكون أولة أو تاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحليات المياه لصالح شعبها عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة سلسية متطورة أنا عايز أقول لكم أن البرامج التي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الإنسان المصري في كل مصر يأخذ مياه تبقى لمعايير من نظمة الصحة العالمية أدي واحد ثم أننا نستفيد بالنقطة بالمياه الموجودة دي بأكبر قدر ممكن إحنا سنكون تقريبا من أول أو تاني دولة في العالم تعزم وتستفيد من معالجات وتحليات المياه لصالح شعبها هذا وقد شدد رئيس عبد الفتاح السيسي على أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية مضيفا أن بدونهما تصبح فرص النجاح قليلة جدا أضف رئيس السيسي أن تحقيق الاستقرار والأمن ضروري من أجل جذب الاستثمارات وبناء البنية الأساسية حتى لا تعيش الشعوب في دائرة من الأزمات لا تنتهي لو ما فيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات دي تحيبقى مستعد يعمل استثمار يجي يعمل استثمار يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر أو تخرب ده كلام مش هيحصل مش هتتعمل بنية أساسية للبلد دي من أصله وحتفضل البلاد تخش في دائرة من الأزمات الليها تنتهي والشعوب تفضل تعاني من ذلك فأنا بقول أول خطوة بقولها الكل من بيسمعني أول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والأمن إن عدم فرص النجاح بتبقى محدودة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكان الرئيس السيسي قد شهد صباح اليوم انتلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول الذي يقام بمشاركة أكثر من مئة دولة وتضمن المؤتمر عقد جلسة حوارية لتبادل الأفكار ورؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في أفريقيا وذلك لمناقشة قضايا الصحة والدواء في قارة أفريقيا وكيفية الوصول إلى تعاون وتكامل يحقق مصالح الدول الأفريقية والمواطنين فيها حيث أكد المشاركون أن جائحة كورونا أكدت ضرورة تنويع القدرات الصحية للدول وقالت وزيرة الدولة للصحة في أغندا حنيفة بن جرانا أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على جميع الأنظمات الصحية في دول العالم ولسيما في الدول النامية وأثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول كافة أولت الدولة المنظومة الصحية اهتماما كبيرا من خلال السنوات الماضية من خلال إقامة عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وتطويرها لعدد آخر بالإضافة لدعم صناعة الدواء والعمل على طوبتينها تعزيزا لهذه الجهود يأتي انعقاد المؤتمر الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا واستأمال كبيرة نحو نقل أحدث الوسائل التكنولوجية في المجالات الطبية وذلك بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة عارضة اهتمام كبير أولته القيادة المصرية للكطاع الصحي ليس على المستوى الوطني فحسب بل كان لدول القارة الأفريقية نصيب من هذا الاهتمام وذلك في إطار العلاقة الخاصة التي تربط القاهرة بعواصم القارة السمراء وبعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في القضاء على فيروس الكبد الوبائي سي في فترة قياسية أعلن الرئيس السيسي عن مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي واستمرارها لتشمل 14 دولة ضمن المبادرة الرئاسية خطوة فريدة ومهمة جاءت في وقت دقيق كان العالم خلالها يواجه وضعا صحيا شائكا على وقع تفشي فيروس كورونا تؤكد من خلالها مصر مسؤوليتها تجاه أشقائها واستمرارا لجهود مصر في دعم دول القارة السمراء أرسلت القاهرة مساعدات عينية طبية إلى 30 دولة أفريقية بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة لمساعدتها في جهود احتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا وذلك في إطار المساهمة المصرية في الصندوق الأفريقي للاستجابة لكوفيد-19 التابع للاتحاد الأفريقي ولتقطي الأزمات الصحية التي تعاني منها الدول الأفريقية ساهمت مصر بتطوير جودة الخدمات الصحية في أفريقيا وذلك عن طريق تكثيف القوافل الطبية وإرسال أطباء في كل التخصصات الطبية وأعداد بروتوكولات لتدريب الأطباء الشبان في دول القارة كل ذلك في إطار خطة استراتيجية صحية لدعم تلك الدول اهتمام مصر بالرعاية الصحية خلال السنوات القليلة الماضية جعل منها مركزا للرعاية الصحية في القارة وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبا محوريا في المنطقة وقدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات ومن أهمها المجال الصحي اتصاقا مع ما تقوم به الدولة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة مصر 2030 وآجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والتي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة وجه مدير منظمة الصحة العالمية تادروس عدنوم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقوة التزامه وقيادته الذين بعثا الزخم في حركة عالمية هدفها تعزيز تشخيص التهاب الكبد وعلاجه والقضاء عليه وفي كلمة مسجلة وجهها خلال فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول أوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن عدوى التهاب الكبد بنوعيه بوسيء تصيب ثلاثة ملايين شخص سنويا كما تؤدي إلى وفاة أكثر من مليون شخص أتوجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر على قوة التزامكم وقيادتكم الذين بعثا الزخم في حركة عالمية هدفها تعزيز تشخيص التهاب الكبد وعلاجه والقضاء عليه تصيب عدوى التهاب الكبد بنوعيه بوسيء في كل عام ثلاثة ملايين شخص كما تؤدي إلى وفاة مليون ومائة ألف شخص منهم وهناك أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد المزمن هناك بعض قصص النجاح الجديرة بالذكر ومن بينها توسيع نطاق هلاج التهاب الكبد سي بشكل كبير والحد من انتشار عدوى التهاب الكبد بي بين الأطفال وذلك يعني أننا نحرز تقدما في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل غير أن العديد من البلدان والأقاليم والفئة السكنية المتأثرة أو المعرضة للخطر لا تملك الوسيلة للحصول على هذه الأدوات أكد البروفيسر هارفي جيمس أولتر العالم الأمريكي في البيروسات الحائز وعلى جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب العام 2020 ومكتشف بيروس للتهاب الكبد الوبائي أكد أن مصر يجب أن تفخر بالإنجاز العظيم الذي حققته في مكافحة بيروس للتهاب الكبد الوبائي خلال مشاركتي في الجلسة الحوارية لتبادل الأفكار والرؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في أفريقيا ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا أكد العالم الأمريكي أن العمل الشامل الذي يبدأ من القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر ومصانع الأدوية حقق هذا الإنجاز العظيم إن مصر يجب أن تفخر بالإنجاز العظيم الذي حققته في مكافحة فيروس الإلتاب الكبدية الوبائي فالعمل الشامل الذي يبدأ من القيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر ومصانع الأدوية حقق هذا الإنجاز العظيم على الرغم من الإمكانيات المادية الضخمة لدى الولايات المتحدة إلا أنها لم تقم بحملة لمكافحة هذا الفيروس فالأمل قد تجلت حققتها مصر في هذا الأمر وإمكانية نقل تجربتها من دولة إلى أخرى لمكافحة فيروس C أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن مصر أصبحت خالية من الملاريا وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس عبد الفتاح السيسي لما شهدته مصر من إنجازات خلال الفترة الماضية في مجال الرعاية الصحية وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية لتبادل الأفكار ورؤى تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في أفريقيا ضمن فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول أضاف الدكتور عوض تاج الدين أن مصر أدركت قيمة وأهمية توجهات الاستراتيجية للرئيس السيسي ومنها إنشاء مدينة الدواء التي عملت على توطين صناعة الدواء الحديثة في مصر ما شهدته مصر خلال الفترة اللي فاتت في الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر ونحن عشنا فترات طويلة جدا وكان نشهد القطاع الصحي ومشاكله التي كانت لا تنتهي وأيضا سوف تستمر لأن نحن طبعا السكان بيزيد بطريقة مضطردة وهذا متاقع إنما السيادتك اللي حصل في مصر وهذا ليس رأي شخصي أو رأي مصري إنما هذا بشهادة العالم كله ما حدث في مصر أثناء أزمة كورونا ثم ما تبحى من أزمة روسيا أوكرانيا ثم المشاكل المتوقعة القادمة يدل على فكر صائب وصاقب وعلى إرادة فلازية إرادة سياسية لم تحدث في دعم القطاع الصحي في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كلاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمراجعة الموقف المالي لعدد من المشروعات لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ عدد من المشروعات وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات وذلك بهدف العمل على الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتوفير التمويل المطلوب لتنفيذها لافتا إلى أن هذه المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية التي من شأنها أن تسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة شارك عدد من طلاب الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية في فعاليات إمارة الدرجات الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة ويأتي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للدرجات والتنمية المستدامة وذلك في إطار حرص القيادة العامة للكوات المسلحة على ترسيق ثقافة ممارسة الرياضة وأوضح المتحدث العسكري على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي أن طلبت الكلية العسكرية أظهروا خلال الماراتون ما يتمتعون به من مهارات رياضية وقدرة بدنية عالية مكنتهم من تحقيق عدد من المراكز المتقدمة ويعد الماراتون أكبر تجمع شببي لرياضة الدرجات الهوائية حيث شارك به 25 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي نجحت الوزارة في ضبط 408 قضايا تموينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 614 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن أقماح محلية وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم للتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1610 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 963 قطع سلاح ناري أبرزها أربع رشاش 157 مندقية ألية 104 مندقية خرطوش 40 مسدسا 655 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البعر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 242 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وصارة الداخلية خلال شهر 3850 قطع السلاح ناري بحوزة 3241 متهما أبرزها 2 رشاش 2 جيرينوف 514 مندقية 367 مندقية ألية ومائة وسبعة وستون مسدسا و2753 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و485 خزينة إضافة لـ 5207 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط سمانية تشكيلات عصابية ضموا 27 متهما قاموا بارتكاب 30 حادث متنوع كما تم ضبط 471 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غموض 353 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 514 متهما كما تم إعادة 57 سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين ومائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وستة وثلاثين حكما قضائيا من بينها 8315 حكم جنايا 654 ألف وستمائة واربعة وعشرون حكم حبس جزئي و113 ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون حكما مستأنفا ومليون وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة حكم غرامة وثلاثمائة وخمس ألف وثلاثمائة حكم مخالفة التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولية أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن لقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين المصر والبنك الدولية أكد وزير الخارجية سامح شكري الأولوي القص والتي توليها الحكومة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الطفلة وكذلك توفير الحماية الكاملة لهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة وخلال لقائه الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ديرجينيا جامبا أبرز شكري الخطوات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم وتعزيز حقوق الطفلة وذلك من خلال الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة في إطار رؤية مصر 2030 على وطن على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تضمنت قسما كاملا حول إجراءات حماية وتعزيز حقوق الطفلة شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا وشارك في الاجتماعات أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأتي الاجتماعات في إطار الجهود العربية الرامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وحل حالتها واحتواء تداعيتها حذر رئيس الروسي بلاديمير بوتين الغرب من أن روسيا ستضرب أهدافا جديدة إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى وفي مقابلة تلفزيونية أضف بوتين أن إمداد الغرب أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع العسكري في أوكرانيا بالنسبة للصواريخ التي يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بها فإذا توفرت للأوكرانيين فسوف نستخلص الاستنتاجات المناسبة ونستخدم وسائلنا التدميرية المناسبة والتي نمتلك الكثير منها بالفعل لضرب أهداف ربما لم نضربها بعد وأكد أن الأسلحة الإضافية التي قدمها الغرب لأوكرانيا لن تؤدي إلا إلى إطالة الصراع العسكري قال الجيش الأوكراني أن روسيا قد قصفت العاصمة كييف بصواريخ كروز انتلاقا من بحر قزوين وأوضح الجيش الأوكراني أن القصف استهدف منشعة لإصلاح عربات القطارات في المدينة في أول هجوم من نوعه منذ أسابيع وأشار رئيس بلدية كييف في تالي كلتشيكو أن شخصا واحدا على الأقل تم نقله إلى المستشفى فيما لم ترد بعد تقارير عن سقوط قبل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 90% من وحدات القوات الأوكرانية في معارك سيفيرو دونياتسكا بالجمهورية لوهانس في بيانا لها أوضحت الوزارة أن كييف قد أمرت قواتها بتفجير حاويات بها أكثر من 100 طن من الملح الصخري وحمض النايتريك وذلك في مصنع أزاط خلال عملية الانسحاب من سيفيرونسيك لإعاقة تقدم القوات الروسية واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية باستخدام المنازل والمدارس ورياض الأطفال ومرافق البنية التحتية المدنية الأخرى لأغراض عسكرية أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الأوكرانية قد شنت هجوما مضادا في بلدة سيفيرونسك التي تشهد هجوما عنيفا من القوات الروسية في شرق أوكرانيا وأضفت الوزراء أن هذه الكتوة ستضعف على الأرجح الزخم الذي اكتسبته القوات الروسية في السابق من خلال تركيز الوحدات القتالية والقوة النارية مضيفة أن القوات الروسية أصبحت تسعة للحد من الخسائر التي تكبدتها دعا المستشار النمسوي كارل نيهامر إلى سرعة ضم أوكرانيا ومولدوفا إلى عضوية الاتحاد الأوروبية قال نيهامر أنه يمكن الضم البلدين مبدئيا إلى اتفاقية التجارة الحرة والمنطقة الاقتصادية الأوروبيتين وأضاف أن الجميع يرغب بأوكرانيا قوية ومستقلة وناجحة اقتصاديا مشددا على ضرورة أن لا يكون الانضمام السريع الكامل لأوكرانيا إلى الاتحاد قضية صعبة على أي حال ولافتا إلى ضرورة تطبيق نفس المعايير على البلدان المتقدمة الأخرى لعضوية الاتحاد الأوروبي من دول غرب البلقان دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس قادة الدول إلى السعي للتوصل إلى حل ديبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفي كلمة ألقاها أمام المحتشدين في ساحة القديس بصرس أشار بابا الفاتيكان إلى التواصل الضمار والموت في أوكرانيا مؤكدا أن انتشار المواقف المتضاربة يتسبب في تأجيج تصعيد يزداد خطورة على الجميع مجددا مناشدته القادة الوطنيين عدم تدمير الإنسانية على حد تعبيره ومطالبا كافة الأطراف بإجراء مفاوضات حقيقية وملموسة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل مستدام قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايماندو أن الرئيس جو بايدن قد طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس السابق دونالد ترامب على الصين لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم أشارت رايماندو إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم بالفعل بدراسة الأمر مؤكدة أن على بايدن اتخاذ هذا القرار بعد دراسته أكد ممثلون لصناعة الغاز الألمان أن العقوبات الروسية على شركة غاز فروم والشركة التابعة لها قد تكلف دافع الضرائب الألمان ومستخدم الغاز خمسة مليارات يورو إضافية سنويا لدفع ثمن الغاز البديل وقال وزير الاقتصاد الألمانية روبرت هابك أن احتياجات البلاد يوميا تقدر بعشرة ملايين متر مكعب إضافي يوميا والتي تكلف الدولة حاليا نحو ثلاثة ونصف مليار يورو سنويا السادسة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها بيونج يانجا تطلق دفعة من الصواريخ الباليستية والصعول تواجه بتعزيز الردع الموسع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالاستفزازات الكورية الشمالية وإطلاقها تمانية صواريخ باليستية مؤكدا أن حكومته قدمت احتجاجا إلى بيونج يانجا شددت خلاله على عدم التهاون في تهديد أمن البلاد يأتي هذا فيما دع المبعوث النووي الكوري الجنوبي كيم جون مع نظيره الأمريكي سون كيم بيونج يانجا بوقف الاستفزازات وإعادتها إلى طاولة المفاوضات من جانبه وجه رئيس كوريا الجنوبية يونسوك كيول بتعزيز الردع الموسمي والوضع الدفعي المشترك بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ردا على إطلاق بيونج يانجا الأخير للصواريخ الباليستية كما طالب الرئيس الكوري الجنوبي قوات بلاده بالحفاظ على درجة الاستعداد القصوى ومواصلة تعزيز الردع الموسع بين سول وواشنطن بما في ذلك منورة الدفاع الصاروخي بينهما اتهمت أستراليا الجيش الصيني بطعريض سلامة طاقم طائرة عسكرية تابعة لها للخطر بعدما اعترضتها مقاتلة صينية في أواخر الشهر الماضي فوق بحر الصين الجنوبي كشف وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مولز أن مقاتلة صينية قد اعترضت في أواخر مايو الماضي طائرة استطلاع أسترالية من تراز بي ايت وقد حلقت على مسافة قريبة وأطلقت بالونات حرارية ثم زادت سرعتها واعترضت مسار الطائرة الأسترالية أعلنت شرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة عشر أخرين قرب حانة في ولاية تانسي إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أحد عشر أخرون بجروح بعدما أطلق عدد من المسلحين النار على حجد في شارع مقتضة في مدينة فلادلفيا الأمريكية وقال المفتش في شرطة بلادلفيا أن رجلين وامرأة قتلوا مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحجد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرلد دورمان ما إصابة خمسة عشر شخصا بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة كما لقيت امرأة مصرعها وذلك جراء سوء الأحوال الجوية قال الوزير أنه تم حجد ألفين وأربعمائة رجل إطفاء لتقديم المساعدات اللازمة مؤكدا أن العواصف التي لم تحدث منذ عشرين عاما طالت خمسة وستين إقليما في نفس الوقت في البلاد كما أشار الوزير إلى أنه سيقترح نهاية الأسبوع الجاري على رئيسة الوزراء الفرنسية إعلان حالة كوارث طبيعية تختتم اليوم في بريطانيا أربعة أيام من الاحتفالات باليوبيل البلاتينية لجلوس الملكة إلى ذبت على العرش وذلك بخروج عروض فنية تجوب شوارع وسط لندن مع توقعات بأن يشارك عشرات الألاف على مستوى البلاد في الحفلات وستقام سلسلة من حفلات الغداء بمناسبة اليوبيل البلاتيني في أنحاء بريطانيا ويقدر عدد الحاضرين بنحو 16 ألفا بينما يقام 600 حفل في دول أخرى منها كندا والبرازيل ونيوزيلندا واليابان وجنوب أفريقيا ترجمة نانسي قنقر ونتحول إلى الملف العراقية حيث نشرت وزارة الدفاع العراقية لقطات لدربة جوية قالت إنها استهدفت عناصر في تنظيم داعش الإرهابية وشاحناتهم في سحراء الأنبار غربي البلاد وأصفرت هذه الدربة عن مقتل أربعة إرهابيين أظهرت اللقطات استهدف شاحنة كانت تستخدم كقاعدة متنقلة لمسلحي التنظيم لحمل الأسلحة والذخائر وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني أن المخابرات العسكرية العراقية كانت تراقب خلية تابعة لداعش الإرهابي مختبئة في شاحنة صهريج وأضف البيان أيضا أن القوات الأمنية العراقية راقبت الشاحنة لمدة أربعة أيام قبل شن غارة جوية أصفرت عن مقتل أربعة مسلحين وتدمير السيارة أعلنت السلطات الأمنية في العراق ضبط تمانية مطلوبين خلال عملية أمنية مكتفة في عدد من المناطق المتفارقة في محافظة ميسان الواقع جنوب البلاد كما أعلنت السلطات العراقية إصابة سبعة مدنيين بجروح مختلفة جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى المناطق بمحافظة الديالة مشيرة إلى أن المسعفين والقوات الأمنية تعرضوا أيضا للاستهلاف بأسلحة قناصة أثناء إخلاء منطقة الانفجار من الجرحة تفقد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف للإطلاع على أعمال سير الامتحانات وتفقد وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعات الاختبارات المجهزة للمتسابقين وكذلك قاعة تحكم لمتابعة لجان الاختبارات وأضف وزير الأوقاف أن الوزارة ومن خلال التنصيق والتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تراعي تطبيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة لاختيار أفضل الكفاءات المناسبة لكل عمل بنشكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذا الجهد الكبير الذي يقوم به وندرك قدر هذا الجهد في العملية الامتحانية لمسا هذه الأعداد وبنأكد أن أي امتحانات بالطبع لها أهداف ومن أهم أهدافها اختيار أفضل الكفاءات وقد تعاوننا مع الجهاز في إعداد الأسئلة التخصصية التي تنتج هذه النتيجة وهو اختيار الكفاءات المسابقة دي إن شاء الله بزلاحة تبقى على ثلاث سنوات تبقى للموافقات المسابقة دي للألف عامل والألف خطيب وإمام مسجد وإن شاء الله بإذن الله في مسابقة قادمة الثانية في يناير وبعد كده المسابقة الثالثة الهدف من المسابقات أنه الدولة المصرية تختار أحسن ولدها فيما يتعلق بالتوظيف الوطن المصري مليء بالكفاءات والأكفاء وبالتالي من حق الدولة أنها توظف في الوظائف الحكومية أفضل الكفاءات المتاحة داخل الدولة أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر اتخذت خطوات مهمة على الصعيد البيئي هذا العام وأشعر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 مؤكدا استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مدينة الخارج بالوادي الجديد مدينة صديقة للبيئة والمناخ وذلك تزامنا مع احتفالات يوم البيئة العالمي والذي يأتي هذا العام تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة وخلال زياراتها لمحافظة الوادي الجديد تفقدت وزيرة البيئة حديقة 30 يونيو بالخرجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية وأطلقت وزيرة البيئة حملة للتشجير بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد وشهدت إطلاق ماراثن للدرجات والسيارات الكهربائية كما وضعت حجر الأساس لمحطة الطاقة الشمسية لخدمة مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة بطاقة 1.5 ميجاوات وبتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه مهم جداً إن إحنا عشان نقدر نشتغل ونغير ثقافة المجتمع والمواطن يؤمن بنا إن إحنا نبقى موجودين دايماً على الأرض ونوري حاجات ملموسة بتتعمل مش بنطلع مبادرات شعارات يعني زي لما تكلمنا على المبادرة بتاعة أكو إيجرد مثلاً إحنا بنلف محميات مصر بنوري إيه اللي موجود في المحميات مش بنوري مناظر جميلة بس إحنا بنجيب السكان المحليين وبنخليهم يعرضوا حاجاتهم حاجاتهم دي قد تكون أكل قد تكون غنى قد تكون حاجات منتجات يدوية معينة هم بيعملوها نفس القصة في الفكرة بتاعة تتحضر للأخضر تتحضر للأخضر لما أطلقت من ثلاث سنين ما كانتش فكرة تشجير فكرة أن أنت تتحضر أن أنت تكون مستعد تكون الجزء من منظومة الحفاظ على البيئة أكد مركز المعلومات ودعم تخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أزمة الغداء العالمية التي يشهدها العالم حاليا ليست فقط بسبب الأزمة الأوكرانية ولكن نتيجة للأزمات المتعلقة بانتشار جائحة كورونا وتغير المناقة وعشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أنه قبل الأزمة الأوكرانية كانت أسعار القمح مرتفعة فعليا بنسبة 49% نتيجة لنقص الأمطار في الصين وارتفاع الحرارة في الهند وهما الدولة الأكثر انتاجا للقمح مضيفا أنه عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح بنسبة 30% إضافية وصلت القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأبو رماد جنوب البحر الأحمر فعلياتها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال القافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 179 حالة بمختلف تخصصات طبية منها إجراء 48 فحصا معمليا وتسع عشرة أشعة وسنارة بالإضافة إلى 32 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجانة وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن المحافظة نظمت مدرية الصحة بأسوان قافلة علاجية بقرية بلانة في أسوان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم خلال القافلة توقيع الكشف على المترددين وصرف العلاج الذي يتوفر منه نحو 130 نوعا بالمجانة وتم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وعمل أشعة مقطعية ورانين مغناطيسي بالمجانة هذا وتستمر أعمال القافلة بالقرية حتى غدا الاثنين قافلة طبية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل نحن النهاردة نضم عشر تلخصات طبية مختلفة الكشف والعلاج بالمجان معانا صيدلية فيها أكثر 130 صنف بالمجان معانا اثنين معمل معمل الطفيلات ومعمل الدم التحليل فيها بالمجان معانا خدمة الأشعة العادية معانا خدمة الأشعة التلفزيونية بالمجان تم توقيع الكشف الطبي على السادة المنتفعين أو أهلنا وناسنا في العيادات كل نوع حسب التخصص المطلوب والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال نتابعها مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا ناري هامد ديب شكرا إيمان منصور وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أكدت وزيرة التجارة والصناعة نذين جامع أن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعا ملحوظا في صدرات السلعية حيث سجلت تزيادة بنسبة 22% من 100% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصدرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار وخلال استعرضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب أشارت الوزيرة إلى أن الصدرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021 حيث سجلت نحو 32 مليار و300 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020 لتحقق بذلك أعلى معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر قال الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن الاقتصاد المصري يتمتع بالعديد من المقاومات التنفسية على رأسها باتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الأفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العمل الاستثمار إلى دولة قطر لبحث ضخ استثمارات جديدة بسوق المصرية وعقد شركات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصرية وخلال اللقاء أكد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم الثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين مشيدا بتجربة الإصلاح الاقتصادي الذي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ممثل شركة ألكزار إنرجي دانيال كالدرون لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وأكد شاكر على اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة من خلال رفع كفاءة وحدات الانتاج والاعتماد على وحدات ذات كفاءة عالية مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة حيث شهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال كفاءة استخدام الطاقة والهايدروجين الأقدر من جنبها أشاد ممثل شركة ألكزار إنرجي بما يمتلكه قطاع الكهرباء وتاقة المتجددة المصرية من خبرات كبيرة في المجالات كفة مؤكدا رغبته في زيادة حجم التعاون مع الجانب المصري في مختلف المجالات إلى البرصة المصرية التي تبانت مؤشرتها بختام تعاملات الجلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 659 مليار وتسعمائة مليون جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10 ألاف وسبع نقاط وأغلق عند مستوى 9986 نقطة منخفضا بنسبة 21 من مئة بالمئة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1735 نقطة وأغلق عند مستوى 1753 نقطة منخفضا بنسبة 21 من مئة بالمئة كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2608 نقاط ليغلق عند مستوى 2629 نقطة منخفضا بنسبة 79 من مئة بالمئة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية لسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و60 قرشا للشراء و18 جنيه و67 قرشا للبيع أما بنسبة للسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و87 قرشا للشراء و19 جنيه و96 قرشا للبيع بنسبة للسعر الاستليني وصل سعره إلى 23 جنيه و32 قرشا للشراء و23 جنيه و42 قرشا للبيع بنسبة لأسعار الدرهم الإماراتي وريال السعودي وصل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و6 قروش للشراء و5 جنيهات و8 قروش للبيع بالنسبة لسعر أريالي السعودي وصل سعره إلى 4 جنيهات و95 قرشا للشراء و4 جنيهات و98 قرشا للبيع أظهر مسح اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطية في السعودية وصل نموه القوي في مايو مسجلا نموا للشهر الواحد والعشرين على التوالي واستقر مؤشر ستاندر اند فورز جلوبل لمديري المشتريات في السعودية عند 55.7 من 10 نقطة في مايو وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل هذا وانقفض النمو التوظيف في المملكة بصورة طفيفة لكنه ما زال في منطقة النمو قال نائب محفظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أن ارتفاع أسعار النفط سيناكس إيجابيا على الاحتياطات الأجنبية للبلاد البالغة حاليا أكثر من 70 مليار دولار أضف نائب محفظ البنك المركزي العراقي أنه عند بقاء أسعار النفط عند المستوى الحالي فأن الاحتياطات الأجنبية للبلاد سترتفع لنحو 80 إلى 90 مليار دولار بالنهاية العام الحالي مشاهدين عودة مرة أخرى لزملاء الاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا جزيلا لك فاطيم وصلنا إلى ختم نشط السادسة ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبيعي الأفريقي الأول الرئيس السيسي يؤكد أن القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء في أفريقيا وكل الدول مدير منظمة الصحة العالمية يوجه الشكر لرئيس السيسي لاهتمامه بعلاج فيروسي انفجارات في كيابا جراء قصف روسي بصواريك روز من بحر قزوين في أول هجوم من نوعه منذ أسابيع نهاية النشرة إلى اللقاء حيثا لكم اشتركوا في القناة